بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان صبح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس 157 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجدة والجد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أي ما ورد في ميراث الجدة والجد أما الجدة ولها السدس الجدة لها السدس دائما وعبدا وأما الجد فهو المشكلة أي جد إذا لم يكن هناك إخوة فإنه منزل منزلة الأب ويأخذ ميراث الأب وإذا وجد الأب فإن الجد لا يرف وإن كان معه إخوة هذه المشكلة لأنهم تساووا في الواسطة فالجد يدلي بالأب بأب الميت يدلي بالأب الميت والإخوة يدلون بأب الميت أيضا تساووا في الواسطة إلى الميت فيتساووا في الميراث ولكن إذا كان معه إخوة اشتركوا يكونوا كأخ منهم وإذا لم يبق إلا السدس أخله وسقط الإخوة إذا كان فيه أكثر من السدس باقي يستركون فيه لأنه مستوى بالواسطة ويستوون بالميراث وهذا موضع معركة بين الفرضيين ويعني يأتي فيه مشاكل ومسائله كثيرة تزيد على إيمان ستين مشألة نعم باب ما جاء في ميراث الجدة والجد عن قبيصة ابن ذؤيد قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لكي في كتاب الله شيء وما علمت لكي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس نعم فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمراء بن الخطاب رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لكي في كتاب الله شيء ولكن هو ذاكا السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها رواه خمسة إلا النسائي وصحاها التلمني نعم الجدة لها السدس بناء على هذه الأدلة لها السدس لا يزيد ولا ينقص إذا انفرد اتخذته وإذا كان معها جدة تساويها بالدرجة إنه أن يشتركنا فيه يشتركنا فيه نعم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما رواه عبد الله بن أحمد في المسند نعم هكذا إذا تساوت تعددت الجدات وتساوت في الدرجة فإنهن يشتركنا في السدس وإذا صارت إحداهن أقرب إلى الميت فإن القربة تسقط البعدة من الجدات نعم وإن تساوى نسب الجدات يقول الناظم وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية نعم وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه عبد داود هرياض الشرق إذا لم يكن دونها أم أم للميت فإنها تأخذ السدس لأنها أم وإذا كان دونها أم فإن الأمة تحجبها وليس لها شيء نعم عن عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ودار قطني هكذا مرسلا نعم إذا تعددت الجدات وتساوينا في الدرجة فالسدس بينهن على السواء يقتسمنه على السواء نعم فعن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار إما أن تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل السدس بينهما رواه مالك في الموطة لنعم إذا تساوى نسب الجدات فإن السدس بينهن بالسوية نعم وعن إمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن إبني مات فما لي من ميراته قال لك السدس فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد وأبو داود والتربذي وصحها السدس الأول فرض والسدس الثاني تعصيد طعمة يعني تعصيد نعم وعن الحسن أن عمر رضي الله عنه وعن وعن الحسن أن عمر رضي الله عنه حسن يعني الحسن البصري نعم أن عمر رضي الله عنه سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام معقل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فما تغني إذن رواه أحمد نعم لأنه ما جاء بالجواب الكافي فلا أفاد فيه أو له هذا قال مع من قال لا أدري فمعنى أنه ما جاء بفائدة نعم باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك ما جاء في ذوي الأرحام ذوي الأرحام هم قرابة الرجل من جهة أمة تجده من قبل أمة وكذلك أخوته من قبل أمة وأخواله وكذا لو الأرحام هم القرابة من جهة الأمة فالأخوال والخالات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والعمات لا الأعمام عصب فالعمات يعني نعم باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل المولى من أسفل العثيق يعني العثيق نعم ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك ومن أسلم على يد رجل هل يرث لأنه أنقذه من الكبر إلى الإسلام فكان كالقريب له نعم عن المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترى كمالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له تعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه رواه أحمد وأبو داود وابن معد عيد وعن المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترى كمالا فلورثته نعم من ترى كمالا فلورثته على قسمة الله سبحانه وتعالى نعم وأنا وارث من لا وارث له أما من مات وليس له وارث فوارثه ولي الأمر ويكون ميراث لبيت المال يكون ميراث لبيت مال المسلمين نعم وأنا وارث من لا وارث له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ولي الأمر نعم وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه أعقل عنه يعني أدفع الدية إذا كان عليه دية فأدفعها عنه نعم والخال وارث من لا وارث له هذا دليل ميراث لأرحام نعم والخال وارث من لا وارث له يعني من من النس نعم يعقل عنه ويرثه يعقل عنه يعني يدفع عنه الدية إذا لجمته دية ويرثه إذا مات نعم وعن بأمامة ابن سهل أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيده ابن الجراح إلى عمر فكتب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له وهو أحمد وابن ماجه والترمذي منه المرفوع وقال حديد حسن نعم هذا الذي سبق أنه إذا لم يكن له ورثه لا بالفرض ولا بالتعصيب وله قرابة من جهة الأم وإنه يبثونه هذا مراث لولا رحام نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه نعم توفي رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له وارث إلا عتيق أعتقه وعن قبيصة عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك مسلم وعن وعن قبيصة عن تميم الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته وهو مرسل قبيصة لم يلقى تميما الداري يعني فيه انططاع لأن قبيصة لم يلقى تميما فيكون فيه انططاع وهذا يكون إرسال نعم عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته نعم من أسلم على يده وليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب فإن هذا المسلم الذي أسلم الميك على يده يكون وارثا له نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خرى من عد نخلة فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسيب أو رحم أو رحم قالوا لا قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته رواهن خمسة إلا النسائي وعن وعن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مولى يعني عتيق نعم أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خرى من عد نخلة يعني سقط من النخل نعم فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسيب أو رحم قالوا لا قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته المسلمين يعني المسلمون يريفون بالإسلام نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا توفي توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة وواه أحمد وأبو داود إلى إلى أكبر خزاعة نعم يعني قبيلة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب رواه الدار قطني نعم المؤاخات كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يؤاخي يؤاخي بين المؤاخرين والأنصار وكان المتآخيان في الإسلام يتوارثان في أول الأمر حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني في المواريث فيعطى لأقرابته من حصبته أو لو يرحامه نعم باب ميراث باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب الملاعنة هي التي هي التي رماها زوجها بالزنا ولم يقن بينه ما عنده بينه على ذلك فيقام بينهما اللعان لأن يشهد أربع مرات لأنه من من أقارب هذا الرجل لأن هذا الولد منه يشهد أربع مرات لأن هذا الولد منه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يعني الملاعنة أن يولد مولود أن يولد مولود فتدعي أنه من رجل من فلان وينفيه من نسب إليه ينفيه فيقام بينهما اللعان شهادة أحدهما والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يطلب منه أن تشهد أربع شهادات إنه من الكاذبين فيما رمى به من الذنى والخامسة تقول وأن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين ثم يفرق بينهما يفرق بينهما فرقة أبديا نعم وإذا كان بينهما ولد فإنه إن فاه باللعان وأن هذا الولد ليس مني بعدما يلعن نفسه أربع مرات فإنه ينتفي عنه نعم ولا يقن ولدا له نعم باب ميرات ابن الملاعنة والزانية منهما والزانية ليس لولد الزنى أب ليس له أب وإنما يكون ابنا للمزني بها ابنا لا تريثه ويريثها نعم وميراتهما منه وانقطاعه من الأب نعم في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل ابن سعد رضي الله عنه قال وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه فجر ينسب إلى أمه وليس له أب ابن الزنى لا ينسب إلى أب إنما ينسب إلى أمه نعم وكان وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يريثها وتريث منه ما فرض الله أخرجا نعم لأنه ابنها من النسر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يريث ولا يورث رواه أحمد وأبو داود نعيده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يريث ولا يورث رواه أحمد وأبو داود اقرأ شرحه لا مساعة في النهاية المساعة الزنا لا مساعة في الإسلام نعم أقرأ من نيل الأوطار قوله لا مساعة في الإسلام المساعة الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائب لأنهن كنا يسعين لمواليهن فيكتسبنا الضرائب كانت عليهم يقال ساعة الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها كذا في النهاية نعم لا مساعة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة من غير رشدة في النهاية يقال هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح نعم ومن ادعى ولدا من غير رشدة يعني من غير نكاح صحيح نعم فلا يرث ولا يورث رواه أحمد وأبو داود نعم ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث رواه أحمد وأبو داود وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث رواه الترمذي أيما أيما رجل عاهر عاهر من العهر يعني زنا نعم أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث يعني لا ينسب إلى أب إنما ينسب إلى أمه وأهل أمه نعم وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها رواه أبو داود نعم لأنه ثابت أنه منها لأنه ولدته فهو ابنها يرثها وترث ثم من بعدها عصبتها يرثونه نعم باب ميراث الحمل ميراث الحمل إذا توفي إنسان وفي بطن امرأته حمل منه ولا يدرى أيكون ذكرا أو ذكرين أو أنثى أو أنثيين أو ذكر وأنثى ميراث الحمل عند الفرضيين يجعل له مسائل يجعل له مسائل ويستخرج لها جامعة ويوخى بما يتيقن ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر الحمل هذا ما يسمى ميراث الحمل عند الفرضيين نعم باب ميراث الحمل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث رواه أبو داود إذا استهل يعني صرخ بعد الولادة لأن صراخه دليل على حياته وأنه ولد حيا فيرث من مورثه نعم وأما إذا ولد ولم يصرف فلا ميراث له نعم وعن سعيد بن المسيّد عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال أضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريث الصبي حتى يستهل ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله عن أبيه إذا استهل المولود يعني إذا صرخ بعد الولادة ورث لأن صراخه دليل على أنه ولد حيا لا يريث نعم باب الميراث بالولاء الميراث بالولاء نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن أعتق الولاء هو الميراث والولاء لمن أعتق يعني معتقه هو الذي يريثه معتق العتيق هو الذي يريثه بالولاء نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن أعتق وللبخاري في رواية الولاء لأن عائشة رضي الله عنها رأى قوما يريدون أن يبيعوا أن يبيعوا مملوكا لهم ولكنهم يستريطون بقاء ولائه يعني ميراث لهم يستريطون بقاء ولائه لهم وهم قد باعوا وهذا شرط باطل قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه قال إنما الولاء لمن أعتق يعني ميراث العتيق يكون لمن أعتقه نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن أعتق وان في قصة عائشة لما أرادت أن تشتري هذا العبد شرط الذين باعوه أن ولاءه لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وأبطله قال إنما الولاء لمن أعتق وليس للبايع نعم وللبخاري في رواية الولاء لمن أعط الورق وولي النعمة لمن أعط الورق يعني دفع السمن الورق هو الفضة نعم الولاء لمن أعط الورق وولي النعمة نعمة العتق يعني اشتراه ثم اعتقه يكون ميراثه له بالولاء نعم وعن قتاده عن سلمة بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمة رواه أحمد نعم نعم وعن قتاده عن سلمة بنت حمزة أن مولاها مات وترك مولاها يعني عتيقها نعم أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمة رواه أحمد نعم يعني أعطى أعطى نعم أعطى ابن سلمة مولاها أعطى ابنه النصف ابن الميت أعطاه ابنة الميت أعطاه النصف نعم وورث يعلى النصف وكان ابن سلمة تنت حمزة رواه أحمد والباقي بعد النصف يأخذه مولاه تعصيبا يعني معتقه نعم وعن وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مولا لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف يعني تعصيب بالولاء النصف الأول حر لبنت الميت والثاني تعصيب بالولاء رواه الدار قطني واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه وكذلك روي عن إبراهيم النخاعي ويحيى ابن آدم وإسعاق ابن راهويه أن المولى كان لحمزة وقد روي أنه كان لبنت حمزة فروا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله ابن شداد عن بنت حمزة وهي أخت ابن شداد بأمه قالت مات مولاي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف رواه ابن ماجة البنت لها النصف النسب والمعفقة لها النصف الولاء نعم وابن أبي ليلى فيه ضعف فإن صح هذا محمد بن أبي ليلى فيه ضعف يعني ضعف يكون الحديث فيه مقال نعم وابن أبي ليلى فيه ضعف فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى فإنه من المحتمل تعدد الواقعة ومن المحتمل أنه أضاف أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به نعم باب أنهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة نعم الولاء لمن أعتق لا يباع ولا يوهب ولا يورث نماوة للمعتق نعم باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته رواه الجماعة فالولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما يورث به لا يورث هو وهو عصوبة الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعزب نعم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقضل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا متفق عليه يعني لو أن العتيق لو أن العتيق ذهب إلى أناس وانتسب إليهم وانتسب أنهم هم الذين أعتقوه خذب في هذا وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لأنه افترى على الله وعلى رسوله نعم فالولى لا يباع ولا يورث وإن ما يورث به لا يورث هو نعم الولاء لحمة قلص الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة نسى لا يباع ولا يوهب ولا يورث نعم من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا متفق عليه هذا وعيد شديد نعم وليس لمسلم فيه بغير إذن مواليه لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة نعم فعن هزيل ابن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال رواه البرقاني على شرط الصخير البرقاني رواه البرقاني على شرط الصخير نعم وللبخاري منه إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون باب كيف شاءت يسيبون السائبة بالنهاية السائبة العبد الذي يعتق سائبة ولا يكون ولائه لمعتقه ولا وارث له نعم يعني السيد ميراثه نعم باب الولاء هل يورث أو يورث به الولاء يورث ولا يورث به نعم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال تزوج رياب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم أم وائل بنت معمر الجماحية أولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها فخرج بهم عمر بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس عمواس فماتوا في طاعون عمواس عمواس نعم فورثهم عمر وكانوا عصبته فلما رجع عمر وجاء بنو معمر ابن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر ابن الخطار فقال أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان فقضى لنا به وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عور وزيد بن ثابت رواه بن ماجه وأبو داود بمعناه ولأحمد وسطه من قوله فلما رجع عمر وجاء بنو معمر إلى قوله فقضى لنا به نعم قال أحمد في رواية ابنه صالح من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان هكذا يرويه عمر بن شعيف وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا الولاء للكبر فهذا للكبر الولاء للكبر فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا نعم الكبر يعني الذكور نعم في النهاية الولاء للكبر أكبر ذرية الرجل نعم باب ميراث المعتقي بعضه نعم المباحب جلال المباحب يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام الحد بقدر ما عتق منه عتق ويقام الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه رواه النساء نعم بقدر ما فيه من الحرية نعم وكذلك أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفهما إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه بحساب ورث أو بحساب بحساب ورث بحساب ما عتق منه بحساب أو بحساب معنا واحد نعم وللدار قطني مثلهما وزاد وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه نعم ما يسمى المبعض المبعض يعامل معاملة الفر بقدر ما فيه من الفرية ويعامل معاملة الرقيق بقدر ما فيه من الرق نعم وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم يعني لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا اختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين نعم ذا بمتنان موانع الارف هي آله السلاح رق الرقيق لا يرث ولا يرث والقتل القاتل لا يرث من قتيله لا يرث من قتيله يمنع من الميراث واختلاف الدين لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر نعم باب امتناع الارف باختلاف الدين وحكم من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فاذا مثلا الكافر اسلم قبل ان تقسم التركة فانه يورش اما اذا اسلم بعدما قسمت التركة فليس له شيء نعم عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وواه الجماعة الا مسلما والنسائي نعم وفي رواية قال يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لانهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين اخرجاه عقيل بن ابا طالب هو الذي باع رباع مكة يعني منازل بني عمه باعها ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هل تنزل في دارك غدا يعني في مكة قال وهل فرك لنا عقيل من رباع او دور بمعنى انه باعها وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لانهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين اخرجاه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى رواهم هذا لانعي الكفر هذا مانعي الكفر لا يتوارث اهل ملتين شتى يعني لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وهل يرث اليهودي النصراني او لا يرث خلاف بين العلماء لانهم هالملتين اليهودية ملة والنصرانية ملة نعم لا يتوارث اهل ملتين شتى رواه احمد وابو داود وابن ماجه وللترمذي مثله من حديث جابر وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصرانية الا ان يكون عبده او امته رواه الدار قطني الا ان يكون عبده او امته يرثه للولاء نعم رواه الدار قطني ورواه من طريق اخر موقوفا على جابر وقال موقوف وهو محفوظ وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرسل ما كان من كلام التابعي نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فانه على ما قسم الاسلام رواه ابو داود وابن ماجة نعم اذا قسم في الجاهلية فهو على ما قسم كلنا خذ نصيبه ولا تعادل قسم نعم باب باب ان القاتل لا يرث هذا ما نعم الموارع يرث القاتل يحرم من ميراث قتيل ثقوبة له نعم وان دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها نعم من القاتل وليس له شيء نعم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا رواه ابو داود لا يرث القاتل قتيله ولو كان قريبه فالقتل يمنع الميراث عقوبة نعم وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل الميراث رواه مالك في الموطة وأحمد وابن مالا نعم وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن كتب إلي أن أورث امرأة أشيما الضباب من دية زوجها رواه أحمد وأبو ذاول والترميلي وصحها نعم ورواه ما لكم من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب وكان قتل أشيما خطأ نعم لا يبث القاتل لا يبث ولو كان قتله خطأ أو شارك في قتله نعم وعن أمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميرات بين ورثة القتيل على فرائضهم رواه الخمسة إلا الترمذي نعم وعن قرة ابن دعموس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها وكان قتل في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم فاعطه دية أبيه فقلت هل لأمي فيها حق قال نعم وكانت ديته مئة من الإبل رواه البخاري في تاريخه نعم يعني لا في الصحيح فقال له كتاب التاريخ كتاب التاريخ تراجم العلماء تاريخ العلماء ما هو التاريخ الحوادق تراجم تسمى تاريخ نعم باب بأن الأنبياء لا يورثون نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث نعم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة نعم وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير والسعد وعلي والعباس أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا نعم نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثه فقالت عائشة رضي الله عنها أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتسم لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة متفق عليهن وفي لفظ لأحمد لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه من يرثك إذا ميت قال ولدي وأهلي قالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لا يورث ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه رواه أحمد والترمذي وصحها نعم كتاب العتق نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله على السائل يقول دراسة كتاب الفرائر من هذا الكتاب هل هي كافية لطالب العلم أم لا بد من حفظ ما ورد من المتون المختصرة في هذا الأمر لا يكفي فيها كتاب دراسة الفرائر لا يكفي فيها كتاب يدرس كل ما وجدهم فيها لأن الكتب يوضح بعض وبعض وأيد بعض وبعض فلن تتصل على كتاب واحد نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا السائل يقول ما المقصود بالجدة الفاسدة التي يذكرها الفقهاء الفاسدة التي لا ترف ما هي الفاسدة في عرضها التي لا ترف مثل الجدة من قبل الأم نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله تاركوا الصلاة هل يرث وهل يورث لا إذا ثبت عليه إذا ثبت عليه أنه لا يصلي ثبت عليه أنه لا يصلي وليس في عقله خلل فهذا كاف نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة للخنثى المشكل هل يرث ميراث الذكر أو ميراث الأنثى الخنثى المشكل يجعل له مسائل بقدر استمالاتي كونه مسألة ذكرية خنثى المشكل يجعل له مسألة ذكرية ويجعل له مسألة أنوثة ويستقرى الجامعة بين المسألتين نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا السائل يقول أيهما يقدم في الإرث بيت مال المسلمين أو الخال في الميراث أو أيهما يقدم في الإرث بيت مال المسلمين أو الخال في الميراث الخال من لولا الارحام يقدم مادام له ورثا من جهة من جهة العصبة أو من جهة لو الأرحى أو من جهة أصحاب الفروض فإنه يكون يقسم ماله على الإرث وليس لبيت المال فيه شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من راجح في مسألة توريت الإخوة مع الجد وما الذي عليه العمل في المحاكم الآن العمل على التوريت على المجهب نورثونه على المجهب فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الحادم هل يريث مخدومه لا يريث إنما يكون بثلاثة أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل نحيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول القاتل خطأا هل يريث المقصول لا لا يريث كل قتل مضمون جدية أو كفارة فإنه يمنع الميراث نعم أما القتل بحق قتله بحد أو ردة فلا يمنع الميراث أما القتل الذي يمنع الميراث هو القتل بلاي الحق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يحصل كثيرا في بلادنا أن يزني رجل بفتاة وتحمل منه فينسبون الولد إلى الزان ويزوجونهما وينتهي الأمر يقول يحصل كثيرا في بلادنا أن يزني رجل بفتاة وتحمل منه فينسبون الولد له ويزوجونهما وينتهي الأمر هل هذا الأمر شرعي لا هذا أمر باقل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يكون الحال إذا كان الزنا وقع من غير رضى المرأة هل ينسب الولد إليها كذلك هي التي ولدته هي التي ولدته فينسب إليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا عرف جنس الجنين في هذا الزمن والأطباء يقولون إنهم يعرفونه هل هو ذكر أو أنثى فهل يعتد بتقرير من المستشفى بالنسبة للميرات لا لا يعمل بهذا حتى يولد ويعرف يعرف حاله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن الاستهلال هو صراخ الطفل فهل صحيح أن الطفل يصرف أيضا من ضمة الشيطان إنهم يطعنه يطعنه الشيطان طعنه فيصيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من أسلم قبل قسمة الإرث فهل يريث من مات نعم يورث ترغيبا له في الإسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تزوج المولى وخلف أولادا فهل بعد موته يرثه أولاده أم مولاه إذا إذا تزوج المولى وخلف أولادا فهل بعد موته يرثه أولاده أم مولاه لا ما يرث مولاه إلا بعد أولاده إذا لم يكن له أولاد وليس له وارث بالنسب فإنه يأتي دور الولاء نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل أسلم وقبل أن يخرج من بيت أبيه الكافر أخذ أموالا من أموال أبيه دون علمه فما حكم ذلك وهل يجب عليه الرد الله هذا يرجع به إلى القاوي نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا إلى عهد قريب كانوا لا يورثون النساء وقد اختلطت الأراضي والبيوت ولم ترث النساء شيئا يقول كيف العمل الآن لا ندخل في هذا لغير بلادنا ولا ندخل فيها نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك حرج فيما لو أوقف الأب بيته وجعله على الإناث دون الذكور لا يرجع به إلى القاوي نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنا إمام مسجد وأحضر هذه الدروس لكن إذا قرب الأذان وبدأت الأسئلة فإنني أنصرف يقول هل يسمح لنا فضيلتكم بالإنصراف لأننا نعرف أنه من الأدب ألا تنصرف إلا بإذن من شيخك فهل أنت قد أذنت لنا في ذلك أنت معذور ما دمت من مسجد أنت معذور ما تحتاج إلى إذن نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل سائل من خارج هذه البلاد يقول رجل في بلدنا ذكر أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعطاه تميمة فهو في حفظ الله بهذه التميمة هل يؤخذ بقوله هذا هذا من الشيطان ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما رأى شيطانا نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أصحاب البدع المكفرة هل يريثون ويورثون أنا ما أثبت ميراث ولا ينفيها هذا يرجع للقضاء نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من قتل نفسه منتحرا عياذا بالله هل يورث نعم ما ذنب الوارث الوارث ما له ذنب نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخال والخالات يعدون من الرحم الذين يلزم صلتهم وكيف تكون الصلة وأنا غير محرم للبنات كل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهم أقاربك تصلهم ويصلونك نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول حلفت أيمانا كثيرة ولا أدري عددها يقول كيف أكفر عنها تأكد منها تأكد منها وكفر ما تأكدت منه ما مجرد الشك فلا يلزمك فيه شيء نعم والأيمان تختلف منها ما فيه كفارة ومنه ما هو لغو يمين ما فيه كفارة أنا أدري أشاء الأيمان نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث شيئا هل المقصود لا يرث من قتله فقط أم أنه لا يرث أي شخص لا ما يرث من قتله ما يرث من قتله فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم العساء عند القبر بعد دفن الميت ما يتخذ هذا يحط يحط نظلة ويجتمعون حجرها في المقبرة هذا لا يجوز العزاء أي مكان في المسجد في الطريق في السور في البيت وفي ما يتخذ المقبرة عزاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وقعت بيني وبين عمي وأولاده وقع بيني وبين عمي وأولاده خلاف فترتب على ذلك مقاطعة فذهبت إلى بيتهم من أجل الصلة الرحم فمنهم من رفض مصافحتي ومنهم من قال أخرج من بيتنا سؤاله ماذا علي شرعا أن أفعل بعد ذلك لا يتروح لمهم بصر لا يتروح لمهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من نصيحة لمن اعتاد ترك صلاة الفجر مع الجماعة والنوم عنها نعم من نصيحة لمن اعتاد ترك صلاة الفجر والنوم عنها نصيحة واضحة أنه يتق الله ويخاف من الله ويستيقظ لصلاة الفجر ويجعل النوم بعدها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما السبيل الشرعي إلى التحرز من شر الجوالات والأنترنت حيث إن أغلب المواقع لا تخلو من صور النساء وأيضا تطبيقات الجوالات يأتي معها إعلانات تحتوي على صور محرمة ما السبيل في النجاة من هذا الشر في زمان كثرت في هذه الأمور سبيل أنك ما تنظر فيها تتخذ الجوال لحاجتك فقط ولا تنظر فيما يعرض فيها من الشرور ومن الآفات حاجة فقط مكالمة والرد على المكالمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال قريب منه يقول بعض الناس داخل المسجد يفتح جهازه الجوال ويستعرض الأخبار والمقاطع الذي بعضها مضحك داخل المسجد فهل هذا أمر جائز؟ لا ما هو جائز في المسجد لأن دخل المسجد يشتغل بذكر الله ويشتغل بصلاة النافلة قبل الفريضة وبعد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للأم أن تتصدق من مال الربا الذي عندها أن تتصدق به على بناتها المتزوجات إذا كانت تابت من ذلك وعنده مال مجتمع قبل أن تتوب فلا مانع أما إذا كانت ما تابت من الربا فهذا سخص والعياد بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يفعله بعض الباعة وأصحاب المحلات التجارية من وقوفهم أمام محلاتهم لتلقي الزبائن وحثهم على دخول المحل هل يعتبر هذا من تلقي الركبان المنهي عنه؟ نعم هذا من الإضرار بجيرانك اجلس في محلك والرزق المكتوب لك سيصل إليك وأما أنك تدعو الناس إلى محلك وتخطفهم عن الجيران هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الحكم في أن يذبح شخص شاتا عندما يرزق بصبي أو بفتاة قبل العقيقة ويسمي هذا الفعل بالنذر حيث أصبح عادة عند أهل منطقتنا هذا لا أصل له أن يذبح من أجل المولود هو العقيقة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول توفي رجل قبل قليل في بلد أوروبي وأسرته ترغب إرسال جثة الميت إلى إحدى البلاد العربية سؤاله أين يصلى على الجنازة؟ هل يجوز أن يصلى عليها في البلدين؟ أي بلد الوفاة وبلد الدفن؟ لا مانع من تعدد الصلاة على الميت لا مانع من تعدد الصلاة على الميت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما حكم نحنحة في الصلاة لغير حاجة خاصة إذا كان الإنسان قد اعتاد عليها فتخرج من غير قصد ما أظنها حكم نبي تنحنح من غير حاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يستحب هذا الدعاء قبل النوم لأجل أن يرى النائم ما يسره من رؤى فيقول اللهم إني أسألك رؤيا صادقة بارة سارة لا دليل على هذا هذا ليس عليه دليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أيهما أفضل في العمل الصالح طلب العلم أم القيام بالأذان في المسجد تجمع بينهم تقلب العلم في غير وقت الأذان وتؤذن في غير وقت طلب العلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تسقط الجنين إذا كان في الأشهر الأولى إذا كان الحمل يتعبها هذا يتراجع الأطبة ولا تسقطه إلا بفتوى من دار الإفتة نعم تجيب تقرير من الأطبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم صوم شهر محرم كاملا هذا طيب صوم شهر محرم كاملا هذا طيب أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المنفرد إذا فاتته صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة نعم المنفرد إذا فاتته صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة نعم يجهر بالقراءة سنة جهر بالقراءة سنة صلاة الليل صلاة النهار سرية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ترفع الأيدي عند الدعاء بين الأذان والإقامة لا ما أورد في هذا الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنا مدرس من خارج هذه البلاد أدرسه في مدرسة فيها اختلاط ووالدي يمنعني من ترك التدريس هل يجوز لي العمل في مثل هذه المدرسة طاعة لوالدي لا لا تطيع في معصية هذه معصية برأسة مختلقة هذه معصية فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت إلى العمرة ولما جاء وقت السعي كانت خطبة الجمعة قد بدأت في الحرم هل أجلس وأستمع للخطبة أم أنني أكمل السعي تكمل عمرك تذهب للسعي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بالصور الفوتوغرافية هل هي حرام كالصور المجسمة نعم لا فرق بينها كلها صور النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثني صورة دون صور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز وضع التميمة على عنق الصبي وفي التميمة آيات قرآنية مع اعتقاد بأن هذا سبب للشفاء إذا كانت الرقية اللي في التميمة تتعرض للامتهانة والنجاسة هل هي جوزها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ثانية خفية عن والدي لأنني بحاجة إلى زوجة ثانية ووالدايا لا يوافقان على هذا الأمر لا مانع من ذلك لأن ما معهم حق أنهم يمنعونك